من التايتل بتاع حضرتك أنا بفتكر المشهد الشهير البكتيريا والمناعة والتغذية بفتكر المشهد الشهير اللي ربنا مايرجعه أبداً أنه كنا دايماً بعد شام النسيم نسمع بأزمات وناس تعبت وناس دخلت للمستشفى أنه فكرة أن أكل الفسيخ والورنجا والسمك الممالح دايماً مرتبط بحالات نسمو الموضوع ده ليه دعوة بطريقة تخزين أو عمل الأكل ده ولا بطريقة أكلنا ليه ولا إحنا فيه حاجة محتاجين نعرفها عشان لا قدر الله محدش يندر من أكلة زي دي هي طبعاً لها دعوة بأسلوب التخزين لأن إحنا طبعاً فيه دوع من أنواع البكتيريا المتحوصلة ممكن بتنمو لو إن إحنا تحط حضرتك ده السمك ده غذاء حلو قوي قوي للبكتيريا تيجي عليه بكتيريا متحوصلة بتعمل سموم جمدة جداً ممكن تعمل شلل تنفسي لو إنها مش بحفوظة بطريقة كويسة عشان كده بنقول مش لازم تشتري كمية كبيرة جداً عشان تقول إنها أصلاً غالية فروح تشتريت من الفلان اللي هو أرخص شوي طب اشتري كمية صغيرة على قدك بس من مكان مضموط يعني تبقى كلت وتبسطت وما حصلش كذا لأن كان فيه حالات بتبقى بالأسرة بكملة يعني حرام عليك نفسك لو أنا هقول أنا هدفع غالي الصحة أغلب كتير وهدفع أغلب في المستشفى وهدفع أغلب في الدكتور وممكن اللي تقدر الله تدي بحياته هو الأغلى مرتبط بنوع السمك وبطريقة التخزين بالزبط أنا ممكن أخد أخد يعني لأ وأسماء فيه وأسماء معروفة في مصر في السلخ والكلام ده كله معروفة وإنتي بتبقى عارفة عن طريق أسرتك أو عن طريق الناس إحنا بديشتري من فلان الفلان اللي هو كويس قوي قوي ومعروف إنه هو بيحفظ في كذا أو تشتري من السوبر ماركت اللي أنت عارفاه ومخزينه بطريقة صحة هستخدم حواسي كلها وأنا بقى أشتري يعني إيه أتفرج عليه أشم ريحته آه ريحة الفيزيخ معروفة إنه ريحة الفيزيخ بس فيه ريحة بتقى مش كويسة وأنا لو أنا بفتحه أو بشوفه بتلاقيه حضرتك مفرفت اللحمة مش ماسك بعضه ده كده بايز على طول أعرفي آه يعني نسيج 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 إحنا هنا ساعات نقول ده زي الزبدة المفرفت ده لا المفرفت مش لا 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 هقول حضرتك لا الزبدة مش مفرفتة آه الزبدة نعمة أيوة ملساة كده يعني حضرتك يعني نعمة نعمة وقطعة واحدة يعني الزبدة عمرها متفتفتة يعني هو يعني هو يعني هو وتحسي تستخدمي الريحة بتاعته وأنا بدوس عليه كده بحس إن أنا إداية بدغوص قوي ما بتطلعش تاني إذاً ده حاجة مش مظبوطة فيه حاجة مش مظبوطة يعني دايماً ربة البيت أو الوقتي إحنا الحمد لله معظم يعني ربات زمان كانوا أمهاتنا أو جداتنا أو كده ما خدوش حظ كامل من التعليم لكن دلوقتي كل الأمهات معاهم شهادات عالية طيب مش أنا مش عايزة الشهادة دي تتحطوا وتتركهم في البيت أو تقصورة لأنا عايزة استخدم علمي مع أولادي بالزبط وحط إيه بقى مع الفسيخ عشان نلحق قبل موقتين حط إيه مع كمية خضروات كتير قوي قوي فوق الوصف فاكرة حضرتك إن الزمان كان الملانا والخص والمصر القديم والبصل والتوم ونشف شيء أغدر وشيء بالنعناع ما بين الوجب حلوة أوي يعني ومية كتير قوي الناس اللي عندها حصوات لأ الناس اللي عندها ضغط لأ أوكي بالعقل ناكو خبط بالعقل خبط بالعقل أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور نهلا الوقت جميل وممتع مع حضرتك نورتينا وكل سلو حديك بقى الفخير مش سيل حضرتك كتر خيرا